في نظام iOS 10 بإمكانك الكتابة على الصور بدون أي برامج خارجية كل اللي عليك أنك تفتح الصورة وبعدين تضغط من الأسفل هنا وتضغط هنا وبعدها تختار markup الآن بإمكانك بالضغط على حرف T في الأسفل أنك تكتب على الصورة وبإمكانك التحكم بالألوان باختيارها من هنا وأيضاً التحكم بحجم الخط وأنواع الخطوط من هنا ولو حبيت أنك تكتب على الصورة بخط يدك تضغط على الأيقونة هذه وراح تقدر أنك تكتب باستخدام أصبعك وأيضاً لو ضغطت هنا بإمكانك استخدام عدسة مكبرة لو حبيت أن المستقبل يركز على جزء معين من الصورة وبإمكانك التراجع عن أي حاجة أنت عملتها بالضغط هنا وبعد ما تخلص تضغط على دن فالآن بإمكانك بالنقر مرة واحدة على الصورة أنك تشوف الصورة الأصلية والصورة المعدلة أتمنى الفيديو عجبكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم